مرحبا عودة مرة أخرى لازلنا في بلانسيا الجميلة في مدرسة البوغي هالمرة سأقدم لكم عارض مع زميلي مستار شيدوشي لويس اليوم سأقدم لكم الجو ضد الكتانة لكن هالمرة الكتانة مختلفة الكتانة هالمرة شينكان معناتها سيف حقيقي رح نوريكم بس ما ننصح كون نجربون هذا شيء نحن مختصين فيه بس لازم نوريكم الشيء الحقيقي شون دافعه خاصة في الفنون التقريبية آمن هني طبح شفح بيتر جدا حاد في السيف وخطر وما ننصح بس احنا لازم نوريكم فعالية هذه المهارات في السيف حقيقي شينكان اللي نوريكم المهارة في الجو ضد السيف هذا نحن نبني معه رح يشعلي المعروب ما يشعلي رح أكثر ضربة تصير على الأضلع مثل ما نحن نشاهدين في هذه الطريقة رح أروح إيدي على الرسم ماذا ورح ألف العصة ما ننتي في هذه الطريقة ليه داخل سويت لي داخل حين رح أخذ خطوة ليه دقدام بحيث الني أسوي له نحن نشاهدين في هذه الطريقة وأقدر أسوي الني بطرف العصة سلم وكون شذي أنا سويت له كنترول رح نعيدها مرة ثانية أمور ثانية أنا معه شي دوشي لوس رح نعيدها مرة ثانية رشيت عليه وأخط عن مسار الضربة أنا وخط عن مسار الضربة ودشب أقصى قوة عندي على أضلاعة العصة على أضلاعة على المحاشن المهمة أقصى قوتي مع تغيير مسار الضربة داخلي هني يجي كنترول هني إياه قدر أسوي كنترول هني أو كنترول عصة كنترول عصة كنترول عصة أحسن رح ألف مني وهالطريقة هني عندي تمحنا شايفين أشتدي شوية لنجدنا ونجدنا بها الطريقة مع كنترول كنترول الأفضل أني أروح على الحين لأن حين خلاص أنا مجرد مني ما رح يدري حركي السيف بها الطريقة بها الطريقة سوف أقصى وكل كنترول عندي كنترول أنا مع شيدو شيدوز نكون مرايناكم هذا العرف ضد جو ضد الكتانا يعطيكم عافية شكرا